من الملاقشات آخر تطورات المشهد اليمني معنا من إسطنبول رئيس مركز يوني يمن للإعلام السيد صالح الجبري أستاذ صالح مرحبا بك ميليشيا الحوثي تقول أنها بدأت الانسحاب من مينائي الأسطيف بإشراف الأمم المتحدة ماذا يعني ذلك؟ دائما شكرا جزيرا وشهر مبارا وكل عام بخير أهلا بك للأسف ليست هذه المرة الأول التي نسمع أن الحوثيين بأنه من سحب من طرف واحد هذه لعبة جديدة من ألاعب الحوثي بالتعاون والتنسيق والتواطئ مع الأمم المتحدة التي كشفت عن ثوقاتها مؤخرا وإن كنا قد حذرنا من قبل بأن الأمم المتحدة متواطئة للأسف الشديد مع ميليشيا الحوثي الإيرانية وبالتالي هذا كذب وتبديل والحوثيون يكذبون كما يتنفسون وما زالوا يحترون الأنفاق منذ أكثر من عام منذ أن توقف التحارف العربي للأسف الشديد من التقدم نحو مدينة الحديثة فهذه كذوبة ولعبة جيدة ولا يتغير شيء في الميدان لأن هناك تواطئ واضح من قبل الأمم المتحدة وأيضا للأسف الشديد الضعف واضح من قبل الشرعية في عدم الحسن باتجاه العسكري في مدينة الحديثة كيف يمكن أن يكون ذلك تواطئا ربما بحيث أن الأمم المتحدة قالت أنها تشرف على العملية وتؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات ملزمة للطرفين كيف تقيم هذه الخطوة؟ على المجلس المتحاورون في السويد واتفقوا على نقاط معينة ومزمنة ثم اجتماع آخر بعد ذلك واتفقوا على تبادل الأسرى بين الطرفين التي لم يسم منها شيء ثم على ميناء الخديدة وأرسلوا 70 من قبل الممتحدة مرشرفين أمنيين على ذلك والأسف لم يتحقق من ذلك شيء ما الذي يتحقق من الاتفاق الذي تم اللقاء في دولة السويد؟ لم يتحقق شيء لم يتحقق شيء إلا أن فقط زاد الحوثيون توسعا في مدينة الحديثة وما زال الجيش الوطني متمثل في أماكن التي ثبتت فيها قبل توقف الحرب في بيديل السويدة عندما سقى المتحاورون على طاولة الاتفاق في دولة السويد وبالتالي لم يتحقق شيء هذه أكدوبة الحوثي يتكلم في مدينة السويدة أنه بشكل أوحادي ويتحقق في مدينة الطالع في هذه النقطة الحكومة اليمنية أكدت أن أي عملية أوحادية لإعادة الانتشار في الحديدة تعد تحايلا على الاتفاق يعني ما المانع من مشاركة الحكومة اليمنية في إعادة الانتشار؟ لأنه وجدت كذب واضح من قبل الحوثي ومن قبل أمم المتحدة تصور في آخر زيارة للمعوث الأممي الأمم المتحدة إلى اليمن استلم هدايا من القيادات الحوثية هذه الهدايا عبارة عن أشياء أثارية سمينة خاصة بالشعب اليمني يعني هناك تهريب للآثار اليمنية والسعف اليمنية وهذا يدل على الضحف والنعب على الشرعية والأثر الشديد وإضاءة الوقت من أجل أن يتوسع الحوثي أكثر ولا أدل على ذلك ما الذي جعل الحوثي يتقدم الآن في بعض المناطق في مدينة الصالع والتي كانت بأيدي الجيش الوطني لأن هناك أيضا ظهر تواطئ من قبل المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية المدعوم من قبل الإمارات العربية المتحدة هناك للأسف ضعف من قبل التحالف العربي وكأنه مرامون بهذا التواطئ وبهذا التقدم من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية أستاذ صالح وزير وزير الإعلام اليمني وصف عرض الحوثيين إعادة الانتشار في موانئ الحديدة بغير الدقيق كيف سينعكس هذا على الأوضاع الميدانية من وجهة نظرك ليس أمام الشرعية إلا الحسب العسكري دعونا من التنظير لا يجب على الحكم الشرعية أن تتكلم عبارة عن تنظير وكلام في الهواء إذا أرادت أن يكف الحوثي عند حدي وإذا أرادت أن تكف الأمم المتحدة وتكون محايدة ووسيط ونزيه وصادق على الحكومة الشرعية والتحالف العربي أن يكونوا جادين وصادقين بالحسب العسكري ويبدو أن الإرهاصات والمؤشرات تكون ذلك بدليل أن الرئيس عبدالربو مصرهادي ونائب رأس الجمهورية رفضا أن يقابل المبعوث الأممي وبالأخير على حياة وبضغط من قبل بعض الجهات على ذائب رئيس الجمهورية أن نستقبل ممثل الأمم المتحدة إلى اليمن لأنه يبدو أن هناك ضغط يمني من قبل الشرعية على عدم اللقاء بالمبعوث الأممي وأنه لم يتم الانتزام بأي اتفاق أو بأي نقطة من نقاط الانتفاق لأخير الذي حصل في دولات السوائي كيف تقرأ تصاعد حدة المعارك في محافظة الضالع؟ للأسف هناك طواطئ من قبل جهات جهات مدعومة من قبل البجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العظيم المتحدة يبدو أن هناك تنسيق وضوء أخضر من قبل الإمارات بأن تشغل هذه المنطقة وأن يعود الحوثي التي يتبدد لكن أنا أبشرك وأبشر الجمهور الكريم بأن الجيش الوطني والقوات العسكرية الخاصة بالرئاسة عادت من جديد وعادت كثير من المناطق التي أخذ الحوثي وهناك المعارك على شدها ومكتب كيادات كبيرة من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية هم أرادوا أن يجربوا ولكن يبدو أنه وقعوا في فخ وخلال الساعات التي لم تكن أياماً القادمة سيعود الحوثي إلى الوراء ويظل مثل ما كان إلى قبل سنتين مدافعاً وغيراً مهاجم الحوثي لم يهاجم إلا هذه المرة قبل أسبوع وعشر أيام فقط وإلا من خلال السنتين الماضيتين أصبح الحوثي مدافع ومنهزم ومتراجع لكن أنا أشد وأقول أن على الشرعية أن تكون جادة وعلى التحارف العربي أن يكون صادقاً مع الشعب اليمني بتحرير اليمن من آياد البليشيات الحوثي الإنقرابية نعم من أسطنبول رئيس مركز زين يمن الإعلام الأستاذ صالح الجبري شكراً لك